بسم الله الرحمن الرحيم وسينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقولوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَهُ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَهُ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولونه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمونه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقونه فأغويناكم إنا كنا غاوينه فإنهم يومئذ في العذاب مشتركونه إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلينه إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصينه أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمونه في جنات النعيم على سرر متقابلينه يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربينه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقينه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينونه قال هل أنتم مطلعونه فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرينه أفما نحن بميتينه إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبينه إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملونه أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالينه فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولينه ولقد أرسلنا فيهم منذرينه فانظر كيف كان عاقبة المنذرينه إلا عباد الله المخلصينه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبونه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقينه وتركنا عليه في الآخرينه سلام على نوح في العالمينه إنا كذلك نجزي المحسنينه إنه من عبادنا المؤمنينه ثم أغرقنا الآخرينه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمينه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرينه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أنه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنونة أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدونه ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبونه أصطفى البنات على البنينه ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقينه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونه سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصينه فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنينه إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافونه وإنا لنحن المسبحونه وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولينه لكنا عباد الله المخلصينه فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينه إنهم لهم المنصورونه وإن جندنا لهم الغالبونه فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرينه وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلينه والحمد لله رب العالمينه